أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاهتمام بالشكاوى الموجهة لكافة الجهات الحكومية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة حسمها مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة بالإضافة للعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنيين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الحكومة جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى تلقي ورصد 134 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر أغسطس تم توجيه نحو 106 ألاف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيا وحفظ 22 ألف شكوى وفقا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة وجار استكمال مراجعة واستفاء بيانات 6000 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها